خلونا نروح على مشاركة فخامة الرئيس النهاردة في الاجتماعات السنوية التامنة للبنك الاسياء والاستثمار في البنية التحتية واللي بتستضفها شرم الشيخ لأول مرة في قرتنا إفريقيا تجمع عالمي مهيب لأكتر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي من بينهم وزراء مالية رؤساء بنوك مركزية وفي الاجتماع الرئيس الكلمة جزء منها أن الرئيس قال إحنا بنتطلع للمزيد من التعاون مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتحدث وأسهب القولة على قدرات البنك الاسيوي في ذلك بل وأيضا كيف ساعد الاقتصادات الناشئة لهذه الدول خلونا نسمع جزء من كلمة فخامة الرئيس وهنرجع نكمل الكلام بالنسبة طبعا لتعاون البنك مع مصر أنا بسجل برضو تقديري ليه هنا إحنا بنكلف في محفظة استثمارية تصل للواحد وثلاثة من عشر مليار دولار والحقيقة بنتطلع للمزيد دي النقطة الأولانية وأنا مش عايز أضيف أكتر من الاتقال عشان يعني ما أطلتش عليكم أكتر من كده لكن النقطة التين اللي أنا عايز أتكلم فيها اتقال نقاش مهمة قوي عن البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها وأنا حتكلم عن تجربتنا في مصر كأحد يعني لإثراء الحوار والنقاش والتجربتنا اللي إحنا مشينا فيها كان لدينا بكل صدق كان لدينا فجوة هائلة في البنية الأساسية في مصر وكان لدينا مصارين مصار أن الدولة تبقى لها خطة استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري لأفاق أفضل من اللي كان موجودة فيه أو أن احنا نشجع القطاع الخاص عشان يتحرك معنا في هذه المشاريع أنا بقول مش بس للضيوف اللي موجودين معنا أنا كمان الشعب المصري بيسمعني دلوقتي وده مهم أنه يعرف المصار كان ممكن كان ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني المدى الزمني اللي كان مطلوب لإنجاح أو لسد الفجوة الهائلة أنا بقول فجوة هائلة في البنية الأساسية في مصر كان القطاع الخاص ممكن في مدى الزمني سواء كان القطاع الخاص النصري أو الأجنبي أنه يقوم بعمل هذه الفجوة ولكن أتصور أن المدى الزمني والالتزامات اللي كانت مطلوبة عشان يتحرك فيها كانت هتاخد مدى زمني ضخمة جداً إحنا عملنا كدولة خلال الثمان سنوات اللي فاتوا بكل ما قطينا من قوة حتى يعني الفجوة دي تنتهي تماماً وتبقى فيه بنية أساسية متطورة للدولة في كافة المجالات خاصة أن اللي أنا بقول عليه الفجوة اللي بقول عليها ما كانتش في قطاع دون آخر لا كانت في كل القطاعات اللي موجودة لو كلمنا على قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة لو كلمنا على قطاع نقل فيه فجوة كبيرة فبالتالي الجهد اللي تبزل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال السبع سنين اللي فاتوا اللي كان فيه جزء كبير منه تم يعني الاستدانة به عشان نصل إلى أن احنا ما نخشش فيه يعني إشكاليات الوصول للهدف في أن الدولة تبقى قدرة ببنية أساسية على أنها تتقدم سواء للقطاع الخاص المصري اللي هو مقدر واللي احنا حرسين جداً جداً وده مش كلام بنقوله هنا في المؤتمر فقط لا ده احنا أنا حقول إيه الإجرات اللي احنا حرسين أن احنا نعملها خلال السنوات الأخيرة فقط عشان نشجع القطاع الخاص فيه لكن أرجع أقول تالي احنا تجربتنا أن احنا أنفقنا أموال هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى أفاق ضخمة جداً من التنمية في المجالات المختلفة طيب في هذا المقطع تحديداً اللي احنا لسه شايفينه وسمعينه من كلمة فخامة الرئيس أكتر حاجة أنا عايزك تركز فيها هي مجموعة الجمل الأخيرة المسبوقة بإنه أنا بقول الكلام ده للشعب المصري علشان يبقى عارف طيب ليه أنا بقولك بقى الحيطة دي بالذات لأنه دي بمنتهى الوضوح هي رد واقعي شفاف نزيه على الدولة ما كانتش دخلة لمنافسة القطاع الخاص على الإطلاق كلمة الكلمة الرائجة اللي بقت عاملة زي اللي بانا في بقى كل من هب ودب أصل الدولة بتنفسنا رؤيس كان واضح جداً قال هل القطاع الخاص كان يقدر يسد هذه الفجوة في البنية التحتية ورد وقال أيوة كان يقدر ولكن المدى الزمني كان هيبقى ضخم وده حقيقي القدرة المالية القدرة التمويلية اللي ممكن تذهب للقطاع الخاص عشان أعرف سد هذه الفجوة في البنية التحتية تتكلم على مواني ومطارات ومحاور ومجمعات صناعية وخدمات أساسية متعلقة بالميا والصرف والطاقة والكهرباء الطاقة مع الكهرباء طبعا أو الكهرباء مع الطاقة طبعا إلخ 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 أنت بتتكلم هنا على تمويل مهول عشان يوصل للقطاع الخاص ده كان هياخد سنين يعني بس عايزك تبقى فاهم إنه لو شرك عملاق كبير شرك خاصة استثمارية بتاعت ناس طلبت مية ولا امتين مليون جنيه ولا دولار ولا ريال ولا درهم عشان تعرف تحصل عليهم المفاوضات مع أي جهة التمويل أي جهة لن تقل عن 8-9 شهر على مبلغ قد كده بالمقارنة بما تم إنفاقه في مصر خلال السنوات التسع الماضية إذن مفاة كلام الرئيس فيش أي منافسة من الدولة للقطاع الخاص كان لازم لازم الدولة تخش لأن هي اللي قدر على سد هذه الفجوات المالية هي اللي قدر على إنه تسرع من وتيرة المفاوضات المتعلقة بالتمويل هي اللي قدر إنه يبقى فيها عندها ما نطلق عليه حتى ولو ببساطة ما بيننا دوليب العمل أي قوة عاملة مهولة تنزل تغير وش مصر في 9 سنين من الآخر كان علشان ده يحصل لو إحنا قلنا يلا بينا قطاع خاص عيش اضرب الرقم ده على الأقل 3 مرات تكلم في 20-25 سنة مش 3 مرات يعني مش 27 أسيدي 20-25 سنة مصر كانت هتتحمل ده الإجابة قاطعة لا إنت كمواطن هتتحمل ده الإجابة القاطعة استحالة لأن البلد كانت حالتها صعبة قوي كهنة كهنة يعني في كل حاجة في كل حاجة فكان لازم نجري نجري خصوصا إن العالم حواليك العالم كله حواليك أصلا أغلبه سبقك العالم في 2010 كان سبقك يجيب 50 سنة مثلا حاجة زي كده وبعدين العالم بقى الأكثر ضيقة حواليك أي عالمنا العربي بدأ كان ياخد خطواته خلاص وبدأ يشتغل ومشاء الله في فوائد رأس مالية تسمح بذلك فخلاص لو أنت كنت بقى استنيت أنا كمصر لو كنت استنيت ده كده كده العالم سبقني طب أنا هجري لأ ده نعايز أطير فكان لازم ده يجرى وهنا الرئيس في المقطع اللي فدت حديدا نختتم كلامه وقال عايزين بقى تعرفوا إحنا قد إيه عايزين ندعم القطاع الخاص إحنا هنسرد عليكم مجموعة من الإجراءات اللي إحنا عملناها عشان القطاع عشان القطاع الخاص ولي دعمه خلال السنوات الماضية هنا هستأذنك نشوف المقطع الصوتي التالي هل النهاردة الدولة كإرادة سياسية حريصة على أن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر أيوة ده موجود والترجم مش بس كتصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة ولكن من خلال الإجراءات بنعلنها باختصار لكم قلنا في وثقة سياسة ملكية الدولة وكان الهدف منها أن احنا كل الاستثناءات اللي كان بتتمتع بيها الشركات القطاع العام من ضرائب وخلافه كل كلام ده تم إلغاءه تماما حتى نعطي العدالة في التعامل والفرص المتكافأة للجميع النقطة التانية اللي احنا قلناها في هذا الأمر أن المجلس الأعلى للإستثمار وده خلال يعني تم إطلاق أكتر من 22 قرار أو إجراء الهدف منه تحفيز تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية النقطة التالتة اللي انا عايز أقولها أن احنا أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية عندنا يقرب من 140 150 مشروع قلنا أن احنا هنعطيهم حوافز تصل إلى إعفاق ضريب من 5 إلى 10 سنة للشركات اللي هي مستعدية تعمل معنا في هذه المشاريع اللي احنا بدينها أولوية أنا بقولي الكلام دوت عشان مستر جين وعشان البنية الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها وانا قلت الكلام ده قبل كده عدة مرات أنا بتكلم على إفريقيا هنا بقى أننا من تجربتنا اللي احنا عملناها كدولة مصرية في مجال البنية الأساسية شفنا قد وعرفنا مش من خلال التخطيط فقط التخطيط والتنفيذ وإدراك ما فعلنا أن ده أمر مهم جدا جدا للقارة الأفريقية عشان تنمو ولا يمكن ده حيتم إلا بتمويل منخفض التكلفة